هذا وقال مصطفى قطامش رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر وأمين الشباب الجمهورية بحزب مصر أكتوبر قال إن الدولة لها دور قوي في تمكين الشباب وفتح نوافذ الإبداع لهم أضاف أن هناك أفكاراً ترحت خلال الجلسة مثل تأسيس هيئة عليا لعمل خطة كاملة للشباب تعمل على دعمهم من خلال تمويل المشروعات والأنشطة الشبابية النهاردة طبعاً أنا وزميلي كنا بالنقش مع الأمانة الفنية للحوار الوطني وكمان عندنا أفكار كتيرة جداً اللي هو تأسيس هيئة عليا إن هي تبدأ تعمل زي بلان كاملة للشباب وكمان إن هي كمان توفر صبل الدعم المادي لتمويل المشروعات الشبابية الموجودة والأنشطة على المختلف وكمان إحنا بنشيد برضو بدور وزارة الشباب والرياضة إن هي بقى لها دور قوي في تمكين وتأهيل الشباب من النشأ اللي هو برلمان الطلاقع والشباب وكمان إن هم يفتحوا الدور للكائنات الشبابية إن أي شباب عندهم مجموعة من الفكر الواحد إن هم عايزين يقدموا برامج أو يقدموا خدمات تفيد الشباب اللي زيهم وزارة الشباب والرياضة استجابت للموضوع بشكل كبير جداً